أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذ إلهي نسنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وأصعباه أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظر فإليه تجأرون ثم إذا كشفوا أر عنكم إذا فريقوا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله نتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أم يمسكه على أول أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مسل السوء ولله المسل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتسف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرتون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا على عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام عبرة نسكيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ورسا صائغا للشاربين ومن سمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزكا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أوحى ربك إلا نحن عن التخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سول ربك ذللا ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم كدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفى بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزاكم من الطيبات أفى بالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مسلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا رزقا حسنا هو وينفق منه سر وجهر هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مسلا الرجلين أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على سراط مستكيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر السعاد إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واللبصار والأفدة لعلكم تشكرون ولم يرون الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعاب بيوتا تستخفونها يوم وعنكم ويوم قامتكم ومن أسوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظنالا وجعل لكم من الجبال يكنانا وجعل لكم سرابين دقيكم الحر وسرابين دقيكم بأسكم كذلك يتم نيمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة سهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا أشركاءهم قالوا ربنا هؤلاء أشركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم نكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يبترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبول يعذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قوضوا وزلها من بعد كوة ننكسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به ولو يبينن لكم يوم الكيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحية ولكن يذل من يشاء ويعدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قادمهم بعد سبوتها بعد سبوتها وتضوحوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله سمن القليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفض وما عند الله باق ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أمن صالحا من ذكر أو منساء ومؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاسنعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتبكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مختر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح قدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبصرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يديهم الله فلم عذاب أليم إنما يفتري الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه متمعن بالإيمان ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهد القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وبصالهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتنوا ثم جعدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مسلا كرية كانت آمنة متمعنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان فكفرت بأنعوم الله فأضاقه الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يسنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذوا من عذابهم ظالمون فأكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نيمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما أحرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به فمن التر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تأسف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفنحون مطام قنين ولهم أذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصص عليك من القبل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يذنمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف ولم يقمن المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وحداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وحينا إلي كانت بملة إبراهيم وحنيفه وما كارم من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم الكيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادو إلى سبيل ربك من حكمة والموعيدات الحسانة وجادلهم باللتي هي أحسن إن ربك هو عالم ما مولعا سبيله وهو عالم بالمحتدين وإن عاقبتم فعاكبوا بمسن ما وقبتم به ولئن سورتم له خير للصابرين واسبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تغفين ويكم مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم